اشتركوا في القناة وفيه ناس ذاكرت ونسيت وفيه ناس ذاكرت وفاكرة بس فيه حاجات بسيطة واقعة منها ان شاء الله هنبتدي مراجعة المنهج كامل ايوة كأنه بيتشرح لك لأول مرة يعني همشي معاك واحدة واحدة وبالتفصيل بس في الفيديو الواحد في الحصة الواحدة هناخد درسيلي اتنين عشان نقدر نخلص المنهج تمام؟ تمام ان شاء الله ان شاء الله هنبتدي بأول فرع الجبر الدرسين الاولانيين فيه اول واحد منهم كان بيتكلم عن مجموعة جديدة من الاعداد اسماها مجموعة الاعداد المركبة انت واخد قبل كده في السنين اللي فاتت خدت اعداد طبيعية وخدت اعداد صحيحة وخدت اعداد نسبية وخدت اعداد حقيقية فلجأوا انهم لازم يعملوا مجموعة جديدة اسمها مجموعة الاعداد المركبة طيب لجأوا ليه ووصلوا لها ازاي واكتشفوها ازاي؟ هو ده موضوع درسك النهاردة وايه هي شروط بقاء الاعداد المركبة؟ يعني الدرس الاول بيتكلم عن مجموعة جديدة اسمها مجموعة الاعداد المركبة تعال نجيب بدايات اكتشفها لحد ما نعمل المجموعة اولا يا مش مهندس وهم بيحلوا معادلة تربعية مثلا زي دي كده سين تربيع زائد واحد بتساوي صفر فجم يحلوا عدوا الواحد باشارة مخالفة جم يشيلوا قسي اتنين حطوا الجزر التربيعي قالوا له ده ده في الاعداد الحقيقية فال ما ينفعش هنا ما ينفعش اجيب جزر العدد سالب في الاعداد الحقيقية ما ينفعش كنا بنكتب هنا ليس لها حل فحا طيب بدأوا بقى يفكرهم ان هما يعملوا مجموعة اعداد جديدة عشان ده ينفع فيها فبدأوا يقولهم طيب احنا لو لقينا جزر جوه منه سالب نسمي العدد ده تخيلي فجم في الخطوة دي يا شباب وقالهم احنا هنفرض ان ته تربيع هنتخيل ته دي اول حرف من كلمة تخيل او تخيلي ان ته قسي اتنين قمتها بسالب واحد وبدأ يتعامل قال خلاص يبقى السالب واحد ده هنشيله ونحط ته قسي اتنين قسي اتنين تشال مع الجزر يبقى الناتج موجب او سالب ته يبقى اللي انا عايز اقوله امت بنحط ته بتحط ته يا هندسة لما يكون جوه الجزر التنبيعي سالب يعني لو انت مع حضرتك مثلا جزر سالب اتنين ده معناه جزر اتنين ته عشان تشيل السالب ده هو حبت جنب الجزر برة ته ليه؟ لان السالب اتنين كانت سالب واحد في اتنين والسالب واحد ده قيمة ته قسي اتنين ته قسي اتنين طلعت برة جزر يبقى الناتج جزر اتنين ته لان جوه الجزر فضلت لتنين تاني لو انا معايا جزر سالب خمسة ده معناها ايه؟ ده ده معناها جزر خمسة ته؟ طب سالب جزر خمسة لا ده تفضل زي ما هي يا استاذ طب ليه؟ السالب هنا جوه القص اول يا باش مهندس ما تلاقي جزر تربيعي جزر تربيعي بس جزر تربيعي مش تكعيبي تربيعي بس لما تلاقي جزر تربيعي جوه منه سالب او جزر زولي جوه منه سالب السالب ده بته قسي اتنين ته قسي اتنين هتطلع من جوه الجزر التربيعي بتاني طب افرد يا استاذ كان جزر تكعيبي لسالب خمسة لا ده عادية الجزر التكعيبي ينفع هيجي الرقم سالب طب لو معايا يا استاذ جزر تربيعي لتلاتة في جزر تربيعي لسالب ثلاثة لا تعال بقى نشوف علاقات بزور مع بعضها كده في ورقة الوحدة كده عشان تعرف تفرق يبقى اللي احنا قلنا لحد دلوقت عشان الناس ما تنساش احنا قلنا معانا مشكلة لما بلاقي جزر جوه منه سالب دي مشكلة كبيرة ماينفعش يجي جزر الرقم سالب فاحنا تخيلنا ان هي تتحسن فالراجل قال ته قس 2 قدتها بسالب واحد يعني لما تلاقي سالب جوه الجزر بتحبتي مكانه ته قس 2 وته قس 2 دي بتطلع بره بتاه يعني يا استاذ انا لو معايا جزر سالب 2 في جزر سالب 2 في فرق بينها وبين جزر سالب 2 في سالب 2 في فرق كبير اه النتج مختلف تماما ازاي مش ده جزر الوحده ايوا جزر سالب 2 ده دي جزر 2 ته طب هنا جزر سالب 2 ده دي بجزر 2 ته الجزر في روحه بتطلع روحه جزر 2 في جزر 2 بجزر 4 وجزر اللي 4 2 ته في ته بته قس 2 يبقى انها تكتلع سالب 2 ليه عشان ته قس 2 بسالب واحد هنا لا يا استاذ دي غير دي يا استاذ ما فيه سالب اول ما تحط هنا ته وهنا ته لا اللي جوه جزر دي طالما ده جزر واحد اضربهم يبقى جزر اربعة السالب سالب بمجر وجزر اللي 4 2 يا رب تكون واضحة عاوزين يا باش مهندسين قيمة جزر سالب 3 في جزر 3 في جزر سالب 2 قلناه الموضوع سهل دوت جزر 3 ته ليه عشان جوه جزر سالب وما بينفعش يتحسب في الاعداد الحقيقية فاحنا هنتخيل انه بيتحسب فمعنى انك بيتتخيل بتقوم حط الته هنا ده هنسيبه زي ما هو هنا لا ده جزر 2 ته اضرب بقى يا باش مهندس جزر 3 بجزر 3 بتلاتة في جزر 2 بتلاتة جزر 2 ته في ته بته قس 2 ته قس 2 بسالب واحد يبقى الناتج سالب 3 جزر 2 ده قيمة السؤال كمان مرة لو معايا جزر سالب 2 في جزر 3 على جزر سالب 6 قيمة المقدار ده كم قلناه لأستاذ بسيطة جزر سالب 2 ده ده بجزر 2 ته ليه عشان جوه سالب ماشي في جزر 3 على جزر 6 ته جزر 2 في جزر 3 بجزر 6 ته على جزر 6 ته دور راحوا مع بعض جزر 6 على جزر 6 في هالواحد يارب يكون الموضوع واضح يبقى المشكلة بتاعتنا لما نيجي نجيب جزر نلاقي جوا سالب اول ما تلاقي جواه ويكون جزر زوجي ما يكونش جزر فرد يعني ما يكونش جزر تكعيبي جزر خامس جزر سابع لأ ما بينطبقش على الكلام ده ده بينطبق على الجزر التربيعي او اي جزر زوجي فقط تلاقي جواه سالب السالب اللي جواه ده معناته قس 2 ويطلع من جوا الجزر التربيعي بتاه يا رب يكون الموضوع واضح بعد كده يا بش مهندس قعد يكلمك في تصفيات التاه بيقولك التاه دي لو جالها قس كبير انت تقدر تصفيها قلت له ازاي قال تعال شوف الراجل يا هندسة جاء قالك انت فرضا معاك تاه قس 2 مش انت عارف ان تاه قس 2 دي قمتها بسالب واحد ايوة يا استاذ ده انا عارفة طب هسألك سؤال تاه قس 3 بكام؟ قمت انت اقيل لي تاه قس 3 دي ده دي عبارة يا استاذ عن تاه قس 2 في تاه تاه قس 2 بسالب واحد يبقى بسالب تاه خلاص دي بسالب تاه طب تاه قس 4 بكام؟ تاه قس 4 ده دي عبارة عن تاه قس 2 في تاه قس 2 تاه قس 2 بسالب واحد في سالب واحد سالب واحد في سالب واحد بمجاب واحد يا استاذ يبقى تاه قس 4 بتساوي مجاب واحد هم دول يا باش مهندس القوانين اللي عندك التلاتة اللي قدامك دول هم القوانين اللي عندك اي سؤال اي سؤال هيجيلك اي تاه لها قس هتتصفى الحاجة من دول لاما سالب واحد لاما سالب تاه لاما الواحد لاما العدد تاه نفسه يعني في حل ربع كده اللي هو التاه العدد التخيولي نفسه تاني يا شباب تاني هيجيلك تاه التاه دي هيكون لها قس اي قس موجود للتاه لازم يتصفى الحاجة من الاربع دول لسالب واحد لا تي لسالب تي لواحد بس هم دول الاعداد اللي تقدر تصفي لهم تعال شوف لو جيت يا هندسة وقمت كاتبلك مثلا تي قس خمسة انا عايز قيمة ده الراجل قالك ايه عشان ما تصدعش نفسك وتفهم الموضوع من الاول ببساطة الرقم اللي يعدي الاربعة شوف جدول الضرب القريب منه من الاربعة مش فاهم انت معاك خمسة هم عدت الاربعة ولا لأ عدت الاربعة اقرب جدول ليها من جدول الاربعة يبقى انا لازم افتكر جدول الاربعة ايه الواحد فاربعة بكام باربعة اللي اتنين فاربعة بكام بتمانية التلاتة فاربعة باثناشر اللي اربعة فاربعة بستاشر اللي اربعة فخمسة بعشرين اللي اربعة فستة باربعة وعشرين وهكذا المهم يا بشمعندس الراجل قالك ايه انت الرقم ده خمسة بتقدر تفكه عادي يعني تي قس خمسة دي كان ممكن تقول انها تي قس اربعة في تي تي قس اربعة بواحد في تي يبقى النتيجة طلعت تي فقال لي ايه طب ما بدل ما تقعد تفك كل مرة كده وخصوصا لو جبت لك ارقام كبيرة شوف يا بشمهندس القس ده بيقبل الاسم على الاربعة ولا لأ بطريق تاني شوف اقرب قيمة لجدول ضرب الاربعة ايه فقلت له الخمسة اقرب حاجة لها الاربعة قالك شيل القس اربعة منها شيلهم لانه هم كده كده هيطلعوا بواحد اي رقم من جدول الاربعة قريب من القس اللي موجود شيلوا لانه كده كده هيطلع بواحد شيلنا يا استاذ من الخمسة ده اربعة بقى تي قس واحد مش فاهم تاني لو انا معايا مثلا يا هندسة تي قس عشرة بالفرد يا استاذ بص هي العشرة بالفك العقل كده والمنطق العشرة عبارة عن اربعة واربعة واتنين ودي بواحد ودي بواحد ودي بته قس اتنين يبقى الناتج في الاخر ته قس اتنين اللي هو بسالب واحد ام واحد تاني قال ايه لأ نص انا اقول لك انا بروح على ددول ضرب الاربعة اقرب رقم للعشرة التمانية يكون قبله يا شباب مش بعده اقرب رقم التمانية يبقى انا هشل من دول على طول كده تمانية هشل من هنا تمانية اتبقى تي قس اتنين اللي يبسالب واحد من خطوة واحدة من خطوة واحدة طلعت بدل ما تفي كده تعالى نجرب بقى لو قلنا مثلا انا عاوز قيمة تي قس اتناشر بصينا في الجدول اقرب قيمة لها ده هي اللي اتناشر نفسها موجودة يعني ده جدول الاربعة يبقى دي بواحد ليه عشان هي كانت تي قس اربعة في تي قس اربعة في تي قس اربعة واحد في واحد في واحد لو كان معانا يا بش مهندس مثلا ايه تي قس اتنين تي قس اتناشر اقرب حاجة ليها يا استاذ من هنا الستاشر ما تجيبش بعدها تب تجيب قبلها اقرب حاجة الستاشر شيل من هنا يا هندسة الستاشر اتبقى تي قس تلاتة وتي قس تلاتة قانون ده ده بسالب تي بس وتقدر تتعامل مع اي سؤال كده تعال نشوف معانا سؤالة هي هندسة عايزين نبسطه بصلوا كده تي قس ستة تي قس تسعة تي قس تلاتة وعشرين تي قس عشرين وممكن يجي يقولك تي قس 2000 تي قس 2016 اي حاجة المهم بتتصرف ازاي جينا يا استاذ في الاولان ده قلنا له اقرب حاجة من جدوى الاربعة ليه هي الاربعة يعني احنا هنشيل من هنا اربعة اتبقى تي قس 2 اقرب حاجة للتسعة من جدوى الاربعة هي التمانية يبقى احنا هنشيل تمانية اتبقى تين اقرب حاجة للتلاتة وعشرين تكون قبلها مش بعدها هي in 2 ايبقى هنشيل من دول 20 لان تي قس عشرين خلاص كموتها بواحد لانها من جدوى الاربعة تبقى ته قس تلاتة الاربعين ده دي الاربعة فعشرة يعني من جدوى الاربعة يبقى على طول دي بواحد طالما هي من جدوى الاربعة على طول بواحد ته قس تنين بسلب واحد والته دي فضل وته قس تلاتة بسلب ته جانا نجمع ته نقص ته راحت وواحد نقص واحد راحت في مثال زيها يا شباب تحس ان هو ايه؟ معقد قوي وهو سهل جدا نيجي يقولك ايه اربع اعداد متتالية هم الف و ب و جيم و دال اوجد قيمة ته قس الف زائد ته قس ب زائد ته قس جيم زائد ته قس دال واحد قال ايه يا استاذ ينفع حط الاعداد واحد اتنين تلاتة اربعة ينفع وحتى انا قال ينفع حط الاعداد مليون ومليون وواحد ومليون واثنين ومليون وثلاثة ينفع بمزاجك انت بتختار اي اربع اعداد متتالية فانا جيت يا استاذ اخترت له مثلا تلاتة واربعة وخمسة وستة يبقى دي كأنها ته قس تلاتة زائد ته قس اربعة زائد ته قس خمسة زائد ته قس ستة يلا يا هندسة تيه قس 3 دي قانون بسلب 1 وتيه قس 4 بسلب 2 وتيه قس 4 بمجب 1 وتيه قس 5 هنشيل منها 4 لان هي قريبة من جدول ضرب الاربعة يتبقى تيه وتيه قس 6 هنشيل الاربعة يتبقى تيه قس 2 وتيه قس 2 بسلب 1 جينا نجمع يا أستاذ طلع الناتج كله بيساوي صفر يارب يكون حتة تصويت القس دي واضحة تعبر دون اتدرب اكتر هزود يا هندسة عليك فكرة بسيطة هي لو جالك القس سالب بتتصرف ازاي يلا نشوف اول واحدة بيقول لي تيه قس 19 رحت للجدول انا عايز اقرب رقم لها ال 16 يكون قبلها مش بعدها فقمت جاي قيل له خلاص يبقى دي كانت تيه يا أستاذ قس 3 ليه لان ال 19 هشيل منهم 16 تيه قس 16 قمتها بواحد لانها من جدول ال 4 ماشي يا أستاذ اتبقى تيه قس 3 وتيه قس 3 قانون دي بسالب تيه برفع عليك طب تيه بقى يا أستاذ قس سالب 19 قالك هنا يا هندسة معنى سالب انك بتقلبه كده تمام تمام هنا بتلك لحيلة زكية شوية حيلة في حتة زكاء بسيطة يعني بدل متعبك واشرح لك طرقة مطولة لا بص في حيلة بسيطة كده زكية ايه الحيلة دي؟ الحيلة دي بتقول ان ده واحد الواحد ده يعني كان عدد قسه من جدول ال 4 يعني كان تيه قس 4 تيه قس 8 تيه قس 12 تيه قس 16 تيه قس 20 تيه قس 24 اي رقم من جدول ضرب ال 4 تيه موجود على القس في الته يبقى الناتج بواحد يبقى الواحد ده قيم الته كان لها قس من جدول ال 4 فانا بمزاجة بقى انت جاي على الواحد ده قلت انا هبدله وحط ته قس 20 طب ليه يا أستاذ ما حطتش ته قس 16 انا عاوز اللي فوق القس اللي فوق يكون اكتر من القس اللي تحت ليه عشان لما اجا اقول له في حالة الاسمة بطرح القسس الناتج يطلع معايا على طول ماشين شوف تاني لو انا كان معايا يا أستاذ ته قس سالب 17 ده ديه واحد على ته قس 17 صح الواحد ده ده من جدول ضرب ال 4 طب هتاخد ال 16 ولا هتاخد العشرين لا هاخد العشرين يا أستاذ انت مش قلت بتاخد رقم قبلها لا دي اسمة دي في المقام انا عاوز اطرح القسس يتبقى لقس بالموجب يعني ما جيش يا شباب احط هنا ته قس 16 اجط رح القسس يبقى ته قس سالب واحد كده ما عملتش حاجة لازم اقول له دي معناها ايه برضو فعلشان كده اما يكون القس سالب وقلبت في كسر كده دايما بتحط اللي فوق اكتر من اللي تحت فقمت جايب هنا العشرين قلت له يبقى الناتج ته قس ثلاثة وته قس ثلاثة قانوني ده بسالب ته يا رب يكون واضح القس السالب هتتصرف فيه زي طب يا استاذ لو القس بقى ده كان جالي كبير هعرف ازاي ان هنا الجدول بيقبل اسمه على الاربعة ولا ما بيقبلش الموضوع بسيط امسك الرقم اللي موجود اقسمه على الاربعة لو طلع الناتج عدد خلاص يبقى ده بيقبل اسمه على الاربعة ما طلعش يبقى انت دلوقت هتاخد القيمة الاقرب تعال نشوف الطريقة اللي هعلمها لك دي دي طريقة بذهية شوية يعني انا لو معايا مثلا كيه اسي مية واحد بالفرد مثلا وانا عاوز القيمة هنا هنا الاسي كبير ما نشعارف يا استاذ بص يا هندسة حضرتك بتجيب المية واحد تقسمهم على الاربعة لقيت الناتج في رقم صحيح ورقم عشر ده مش نافع يبقى الرقم ده ما بيقبلش الاسم على الاربعة طب اتصرف ازاي انا بقى خد الرقم اللي قبله يعني دول مية واحد خد الرقم اللي قبل مية انسمهم على الاربعة طلعوا بخمسة وعشرين يبقى ايه اللي قبل الاسم على الاربعة المية يا استاذ يبقى فضل لك كام فضل لواحد اللي بيقبل الاسم على الاربعة طلعت المية يبقى هنا ته قس واحد شفاهم يا استاذ ممكن تاني تاني لو انا معايا مثلا يا بش مهندس مثلا رقم كان كنته ته قس تمانية وتسعين بالفرض انت قلت جاي كاتب ته قس 98 على الاول حسبة ما قبلتش الاسمة ماشي اخذ رقم اللي قبله ته قس 97 حسبتها ما قبلتش الاسمة اخذ رقم اللي قبله ته قس 96 على الاربعة طلعت طلعت دي يا استاذ خلاص طالما طلعت يبقى كان فيه ته قس 96 عرفت انها من جدوى الاربعة فضلي هنا ته قس اتنين ته قس 96 كمتها بواحد في سالب واحد يبقى بسالب واحد طيب يا استاذ لو كان معايا مثلا ته قس 2003 جت يا هندسة مسكت الالحسبة 2003 على الاربعة ما نفعتش 2002 على الاربعة ما نفعتش 2001 على الاربعة ما نفعتش 2004 طلعت 2004 خلاص يبقى انت هتشيل من دول الفين يتبقى لك ته قس تلاتة اللي هي بسالب ته يارب يكون حتة الاصص دي خلاص ما عادتش عقودة بعد كده يا بش مهندس بدأ يعلمني هو ايه العدد المركب بقى كل ده عشان نشرح لي بس الحتة التخيولي اللي زودوها تعال نشوف ايه هو العدد المركب العدد المركب يا بش مهندسين او يا بش مهندسات او اللي قاعد بيتفرغ عمتان العدد المركب ده بيكون من خنتين اتنين خنتين اتنين بيكون فيه جزء حقيقي وجزء تخيلي وبينهم اشارة موجب او السالك يبقى العدد المركب هو عدد فيه جزءين اتنين جزء حقيقي وجزء تخيلي عشان كده سموه مركب وبيرمزه يا شباب لمجموعة الاعداد المركبة بكاف ده اسمها مجموعة الاعداد المركبة يعني لو انا جيت كتبت تلاتة زائد ته ده اسمه يا شباب عدد مركب عبارة عن جزء حقيقي وجزء تخيلي طب ته بس يا استاذ ته مش احنا نقدر نقول زائد صفر ايوة يبقى تهدي ممكن نقول عليها عدد تخيلي صرف او عدد مركب لان ممكن احط عليها زائد صفر زائد صفر يبقى ده عدد مركب هسيبك بقى اتفكر هل التلاتة دي ينفع اقول عليها مركب ولا ما ينفع شيء هسيبلك الحتة دي بقى انت تفكر فيها بعد كده قعد يتكلم الراجل بيقول طيب من هنا لما انت تعلمت العدد المركب مش تقدر تجيبلي مجموعة حل بقى اي معادلة ايوة تعال نشوف الراجل يا باش مهندس هيديلك معادلة اي معادلة بقى شرط يا هندسة ان لازم تسويها بالصفر ده لازم بعد كده بتقول ان ده ألف وده ب وده جيم وتخش على قانون العام اللي هو سين بتساوي سالب به مجب او سالب جزر به تربيع نقص اربعة ألف جيم على اتنين من ألف ألف بواحد به بواحد جيم بواحد يبقى سالب واحد مجب او سالب جزر به تربيع بواحد نقص اربعة في واحد في واحد ببدل كل حاجة وحط القيمة على اتنين في واحد يبقى سالب واحد مجب او سالب جزر سالب ثلاثة على الاتنين هل يا شباب ينفع جزر لعدد سالب في جزر يمشي كده لعدد سالب يبقى سالب واحد مجب او سالب جزر ثلاثة على الاتنين على الاتنين دي يا شباب يعني كل عدد منهم مقسم على اتنين معنى على اتنين تحت كله كله كده على الاتنين يبقى ده على اتنين وده على اتنين كده انت جبت له مجموعة الحل بتاعتك هي دي مجموعة الحل يبقى ايه هو فايدة العدد المركب فايدته ان اقدر اجيب مجموعة حل اي معادلة اربعية ودول الناس بتوع حندسة القهربة والالكترونيات والحاجات دي هما اللي بيقدروا يعملوها والناس بتوع الصوت واللي بيحسبوا الاهتزازات هو الدرس ده في التخصص ده ده استخداماته بيستخدموه في اي حاجة غير ملموسة موجة الراديوم الصوت الاهتزازات بتاع الصوت يعني احيانا انت بقى وايب جنب سماعة كده هلبك عمال يطوب الصوت دوت الاعلاقات بيطلعو من هنا بيقدر يشوفو ده يستحمل ولا لا وعملوا دلوقت اختراعات كتير يا شباب يعني بيقدروا يهدوا بيوت بالصوت بس بالصوت يهدوا بيوت يعني حاجات غريبة كده بتحصل المهم الحاجات دي كلها اخترعوها بناءا عن الدرس ده لما عملوه طيب مجموعة الحل دي يا استاذ نحطها في مجموعة اي وعادي يبقى سالب نص موجة بجزر ثلاثة على الاتنين تاني وهنا سالب نص سالب جزر ثلاثة على اتنين تاني هي دي مجموعة الحل لو انا معايا معادلة يا استاذ انت ربيع زي التسعة بتساوي صخر عادي عادي التسعة بقشارة مخالفة شل قس اتنين هاتي الجزر هو في جزر العدد سالب يا استاذ قلنا بقى نتخيل بقى يبقى جزر تسعة ته لو معاك معادلة زي دي لازم تسويها بالصفر لازم تسويها بالصفر بعد كده قال طب العدد المركب ده يا استاذ ينفع احطه لقص يعني فيك قص طب ينفع اجمعه مع عدد مركب تاني طب ينفع اضربه مع عدد مركب تاني طب بما انه كده كده هو كان جزر في الاساس اساس الته دي كان الجزر والجزر ده كان جوا سالب يعني معنى كده اللي فيه مرافق ينفع جيب مرافق تعالى جواب لك بقى ايه على كل شوية الحاجات اللي انت قلت عليهم دول اول حاجة يا باش مهندس انت بتساوي عدد تخيلي بعدد تخيلي يعني انا لو معايا مثلا سين زائد تهصاد بتساوي ثلاثة زائد اتنين تاني قالك بمنتهى البساطة يا باش مهندس قلت ساوي الخانه الاولى بالخانه الاولى والخانه الذ godtاني بالخانه التانية يعني اللي مفهوشته ساوي بللي مفهوشته و اللي معته ساوي بللي معته شف ده معته ساوي بللي معته بعد ما عملت الحرقة ديه هندسك ممكن تكون المسألة خلصت وممكن تكون محتاج معلومات السنيني اللي فاتت عجدت علها يعني في سؤالنا ده خدنا السين سواناها طلعت بتلاتة خدنا الصاد سواناها طلعت بتنين لان الصاد هي اللي معها تان كده المسألة بتاعتها خلصت نشوف نسال تاني معايا يا أستاذ سين قصي اتنين زائد ت في سين زائد صاد بتساوي خمسة ت مسألة بيقول لي هتلقي قيمة سين وهت قيمة صاد قمت انا جاي قايل له ده عدد مركب يبقى لازم ده يكون مركب ده نقصه ايه الصفر يبقى زائد صفر تمام وهو ده مركب في جزء حقيقي وفي جزء تخيلي بقوا ماسك اللي من غير ته أسويب اللي من غير ته اللي ما معهوش ته أسويب اللي ما معهوش ده ده ما كانش موجود حط صفر واللي ما معهوش ته اللي هو سين زائد صاد سويب اللي ما معهوش ته كده قولة سنوي خلصت بقيت انت بصدت بقى أساسياتك من السينين اللي فاتت هنا السين لما نشيل قسي اتنين ونجيب الجازر السين بصفر لما انت عرفت السين بصفر طب ما تحطها هنا وهي السين دي يا أستاذ نفسها يا ابن يا حبيبي اي مسألة لان السؤال ده بيواجهن كتير اي معادلة اي معادلة فيها مليار سين السينات دي نفس القيمة حط دي في بالك يبقى صفر زائد صاد بتساوي خمسة يبقى الصاد هنا قمتها بخمسة يبقى انا كده جبت السين وجبت الصاد تاني لو كان معايا يا أستاذ سين زائد صاد زائد بتساوي 11 زائد خمسة ما تخافش من اسئلة زي دي هندسة كل اللي علي حضرتك اللي ما معهوش ته تحدده دول كده اللي اتنين دول ما معهوش ته يبقى يساوي اللي ما معهوش ته يبقى سين زائد صاد قمتها ب11 والصاد هنا قمتها بكام دي معاها ته تيجي معايا معاها ته يبقى الصاد هنا قمتها بتساوي خمسة لما انت عرفت الصاد بخمسة ودي معادلة واحدة يا مش مهندس تقدر تشيل الصاد دي وتحط قمتها هنا يبقى سين زائد خمسة بتساوي 11 ومنها السين بتساوي 6 يا رب الجزء ده يكون واضح معاك بعد كده قال ليه طب انت ازاي بتجمعهم بقى قلت له عادي زي ما سوينا هنجمع قلت له ازاي قال بمسك الحقيقي اجمعه مع الحقيقي والتخيلي اجمعه مع التخيلي وخلصت تعال يا باش مهندس شوف انت ازاي بتجمعه جينا يا استاذ بصينا لقينا فيه اقواس ايه فايدة الاقواس في الجمع بتبص على الاشارة اللي قدامها لو موجبش للقوص عادي مش فرقة هنا موجبش للقوص عادي طب لو كان سالب غير اشارات اللي بعده تعال انجمع امسك الحقيقي اللي من غير ته اجمعه اتنين زائد خمسة سبعة ناقص واحد ستة تلاتة تاق ناقص اربعة تاق الناس اللي ما بيجي لها موجب وسالب بالتو معاك تلاتة جنيه وعليك اربعة جنيه يبقى عليها جنيه بس كده انت خلصت المسألة تعال نشوف اللي بعدها ده فيه قصص يا استاذ صفي القصص بقى لقوي مش انت تعلمت هنشيل من هنا اربعة يتبقت ايه قصة تلاتة هنشيل من هنا تمانية يتبقت ايه قصة تلاتة ناقص اربعة ته زائد اتنين تاقص تلاتة بسالب ته وتاقص تلاتة بسالب ته ناقص اربعة ته الناس اللي ناسي القوانين دي اول الحصة ممكن ترجع الفيديو جدا تجيب القوانين تاني وبعدين تكمل دول كده سالب ستة ته سالب واحد وسالب واحد وسالب اربعة زائد اتنين كده انا خلصت السؤال ده بالنسبة للجمع والطرح للجمع والطرح بتنقل لي زي بعضه حقيقي مع بعضه تخير لي مع بعضه بس بشرط لو معك تهلها قص لازم تصفي طب بفك القوستر بيع ازاي يا أستاذ عادي الاول قص اتنين والاخير قص اتنين موجب شرط المنتصف الاول في التاني في اتنين عادي زي الاعدادي كده عادي تي قص اتنين بسالب واحد السالب واحد درح مع الواحد يبقى النتيجة سالب اتنين تق طب المسألة اللي بعدها السؤال اللي بعده ده يا باش مهندس جاء لك ده ده قص عشرة يا أستاذ القص كبير قوي بتصرف فيه ازاي قال لك سهلة مش العشرة دي عبارة عن قص اتنين في خمسة مش اللي اتنين في خمسة بعشرة ايوة حطها قص قص اتنين قص خمسة يبقى هنا ده الاول تربيع الاخير تربيع موجب الاول في التاني في اتنين قص خمسة شوف يا باش مهندس انا عملت ايه انا جيت على العشرة العشرة دي قلت هي اتنين في خمسة اهو امتوا اخدوا قص قص اتنين فاقه اللي هو ده الاول تربيع الاخير تربيع الاول في التاني في اتنين ته قص اتنين بسلب واحد راحت مع الواحد اتبقى الناتج اتنين ته قص خمسة يعني دي اتنين قص خمسة ودي ته قص خمسة ته قص خمسة بكام هنشيل منها جدوى الاربعة يبقى الناتج اتنين وتلاتين في ته لان هنشيل اربعة من هنا تبقى ته قص واحد يا رب دي يا شباب تكون واضحة ازاي يا استاذ بنضرب تعال علمك الضرب في الاعداد المركبة يا شباب عادي جدا زي الضرب العادي اللي انت متعلمه يعني لو انا معايا مثلا ته مضروبة في ته زائد واحد زائد خمسة ته تكعيب مضروبة في ته قصة اربعة زائد ته قصة تلاتة زائد اتنين عادي 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 خالص انت معاك ته مضروبة جوا قص مش بتمسكها تضربها في القصة كله تضربها هنا وتضربها هنا تمسك دول تضربهم هنا وتضربهم هنا وتضربهم هنا يلا يا بش مهندس ته في ته بته قصة اتنين ته في واحد بته خمسة ته قصة تلاتة بته قصة اربعة بخمسة ته قصة سبعة خمسة ايه قس تلاتة في تيه قس تلاتة بخمسة ايه قس ستة هل تتضرب بقى مع القصص وعشرة ايه قس تلاتة انت ملاحظ ان انا ضربت الاول من غير ما صفي انا ضربت ما جدش قلت دي معناها ايه ودي معناها ايه لأ انا صفيت ضربت بعد كده قل له بقى كل حاجة معناها ايه دي اقصاس بسلم واحد ودي تيه ودي خمسة هنشل من هنا اللي اللي اربعة بقى تيه قس تلاتة هنشل من هنا اللي اربعة بقى تيه قس تلاتة وهنا عشرة تيه قس تلاتة سلب واحد زائد تيه ناقص خمسة تيه لان تيه قس تلاتة بسلب تيه ناقص خمسة ناقص عشرة تيه يلا نجمع اللي زي بعضه سلب واحد وسلب خمسة كده سلب ستة تعالى للتيه سلب خمستاشر بجمع اللي سلب مع بعضه والمجمع مع بعضه. سلب خمستاشر وواحد سلب اربعتاشر تاني. بس. يا رب يكون الموضوع واضح معك. بعد كده يا هندسة ازاي بتقسم? قالك علشان تقسم بقى لازم تتعلم المرافق. تعال شوف المرافق كان ايه. ازاي بتجيب مرافق العدد يا هندسة? يعني لو حضرتك معك واحد ناقص ته. المرافق هنا. مش ته دي كان اصلها جزر جواه سالب ايوان. قالك المرافق بتغير اشارة الته بس. بتغير اشارة الته. يعني ده هيكون واحد زائد ته. طب لو كان معي ته ناقص واحد. المرافق هنا. المرافق سالب ته ناقص واحد. انا غيرت اشارة الته. ما باجيش اغير اشارة المنتصف. طب لو كان معي يا استاذ. تلاتة ته زائد اتنين. يبقى المرافق ايه? سالب تلاتة ته زائد اتنين. طب لو كان معي تنين ته. المرافق هنا سالب اتنين ته. طب لو كان معي خمسة. المرافق هنا خمسة زي ما هي. لانك انت بتغير اشارة الته. يا رب يكون الموضوع واضح. بنلجأ نستخدم المرافق امتى يا استاذ? لما يكون مسلا معك مسألة فيها اسم زي ايه? زي مسلا لو واحد على واحد ناقص ته. هنا انت محتاج تضرب في المرافق. لان ده موجود فين? في المقام. فقمت جاي قيل له يبقى واحد زائد ته على واحد زائد ته. ومن هنا بدأ يعلمني حاجتين مهمين جدا. ايه هما? بيقول لك لما تيجي تجمع عدد مع المرافق. الناتج لازم يطلع بعدد حقيقي. لما تيجي تضرب عدد مع المرافق. لازم الناتج يطلع عدد حقيقي. يبقى سوى ان جمعت عدده ومرافقه او ضرب عدد في مرافقه. لازم 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 اجابة تكون عدد حقيقي. فجينا يا استاذ هنا نضرب اللي فوق في بعض. واحد زائد ته. شفت ده ومرافقه. مضربين في بعض. قصب الموجب وقصب السالب بناخد السالب نربعه فرق ما بين مربعين يا شباب. ده ضرب فرق ما بين المربعين فعشان كده قال لك خد السالب وربعه. يبقى واحد زائد ته على ته قصي اتنين دي بسالب واحد. في السالب بموجب. يبقى واحد واحد هنا اتنين. يبقى النتيجة تعتبر نص زائد نص ته. تاني. لو انا معايا يا باش مهندسين ته ناقص خمسة في ته زائد خمسة. العدد في مرافقه. لازم يا استاذ لازم الناتج من الضرب يكون عدد حقيقي. فجيت قلت له قص سالب وقص موجب خدت السالب ربعه. ته قصي اتنين بسالب واحد وسالب خمسة وعشرين يبقى سالب ستة وعشرين. يا رب يكون الجزء ده واضح. من هنا يا باش مهندس اقدر اقولك ان انا خلصت جميع اجزاء الدرس معاك. معادش الا ان ادربك شوية. تعال نشوف شوية التمارين. معانا مسائل هي هندسة. هنحلها ازاي. بس انا للسؤال الاول قلنا له يا استاذ ده ده جزر تسعتين في جزر تسعتين. جزر تسعة في جزر تسعة بواحد. ته قصي اتنين اللي هو بسالب تاني. العدد التاني. العدد التاني ده باش مهندس قلنا واحد على تاني دي لازم نصفيها. يعني هنا سين زائد صاد في تاني. الواحد ده هنقول ته قص اربعة على تاني. يعني بته قص ثلاثة اللي هي بسالب تاني. يبقى قدرنا نقول ان سين زائد صاد تاني بتساوي سالب تاني. ده عدد مركب مش لازم يساوي عدد مركب بنحطين هنا صفر. يبقى السين قنطها بصفر. وقصة قنطها بسالب واحد. هو عاوز سين زائد صاد هتبقى بسالب واحد. السؤال اللي بعده. اتناشر ناقص خمسة ته قص سبعتاشر ناقص سبعة ناقص جزر سالب واحد وتمانين. قلنا اللي قصص دي اتناشر ناقص خمسة ته قص واحد ليه? عشان الستاشر هنشيلهم من السبعتاشر. جدول بيقبل اسم على اربعة. ناقص سبعة زائد جزر واحد وتمانين ته. السالب ده دخل غير الاشارة هنا وغير الاشارة هنا اهون. السالب اللي جوا الجزر قلت له ده معناته. يبقى هنا. اتناشر ناقص خمسة ته ناقص سبعة زائد تسعة ته. اتناشر ناقص سبعة كده خمسة. سالب خمسة زائد تسعة مجابة اربعة منتين. بيقول لو معاك عدد اول وعدد تاني مترفقات. مش احنا قلنا جمعهم هيكون عدد حقيقي. وضربهم برضو عدد حقيقي. كان من ضمن الملحوظات خلي بالك. يبقى الناتج هيكون عدد حقيقي. يا رب يكون الموضوع واضح يا باش مهندس. نتدرب اقدر. هاي وحوش هنتصرف في السؤال ده زائي. جا بيقول ثلاثة زائد تا في ثلاثة ناقص تا على ثلاثة ناقص اربعة تا. بتساوي السين زائد ته صاد. تقدر تقول السين وصاد بكم. قلتول يا أستاذ فوق ضرب عددين مترفقين صح؟ مش دول مترفقين. سالب بناخد السالب ونربعه. سالب واحد سالب في سالب هنا بموجة بدول بقى عشرة. فيه تلاتة زائد اربعة باضرب في المرافق بقى. انا ضربت اللي فوق تلعه عشرة. المقام ده عشان اشيله اضرب في المرافق. هضرب اللي فوق في بعضه. واضرب اللي تحت في بعضه قص سالب وقص موجة بخط السالب ربعته. تسعة ناقص ستاشر من تاقص اتنين. طلعت عشرة في تلاتة زائد اربعة تاقص اتنين بسالب واحد في السالب بموجة. بقى تسعة زائد ستاشر. تسعة وستاشر ضل بخمسة وعشرين يا شباب. تعال نقسم على الخمسة فهل اتنين على الخمسة فهل خمسة. يبقى الناتج خمسين مضروبة في تلاتة زائد اربعة تاقص اتنين. خمسين في تلاتة بستة على خمسة. خمسين فاربعة بتمانية على خمسة تاقص اتنين. يبقى السين قمتها بكام? السين العدد الحقيقي بستة على خمسة. والصاد العدد التخيلي. يا رب يكون الموضوع واضح يا شباب. الدرس التاني كان بيتكلم عن ايه? كان بيتكلم بيقول انت لو معاك معادلة اربعية. اشكال حلولها ايه? توتع نشوف. الدرس التاني كان بيتكلم عن بحس نوع جزري المعادلة. عشان نفهم الدرس ده وايه هدفه وليه عملوه. تعال نحل المعادلات التلاتة اللي عصبورها. المعادلة الاولى جينا يا استاذ نحلها. في ناس قالت احنا نحلل. صح? سين في سين الواحد في تلاتة. وفي ناس قالت انا طبق القانون العام. برضو صح? ومنها السين بواحد ومنها السين بتلاتة. وفي ناس قالت لا يا استاذ انا كنت هرسم. ارسم. واحد وتلاتة هم كده. جم هنا كده. يبقى مجموعة الحل بتاعتي هي واحد وتلاتة. او الجزور. الجزور. سين تساوي واحد. سين تساوي تلاتة. المسألة التانية. جينا يا استاذ نحللها. طلعت سين في سين. لاتنين في اتنين. موجب وموجب. ومنها السين بسالب اتنين. ومنها السين بسالب اتنين. لما جينا نرسمها. لقينا الرسمة جاي كده. تمام. دول اسموهم جزور. الجزور هنا قد بعض. هنا الجزور محتلفة. طب هنا. سين تربيع بتساوي سالب اربعة. يبقى السين بجزر سالب اربعة. مفيش في الاعداد الحقيقية. ركز. مفيش في الاعداد الحقيقية. بس في جزور مركبة. او تخيلية. فالرسمة بتاعتي ما بتلمس محور السينات. خالص. ما بتلمس محور السينات نهائي. فبدأ يقول. طيب. ما بدل ما تعمل كل الليلة دي يا باش مهندس. انا علمتك خلاص انك ازاي بتجيب مجموعة الحل دي في الاعداد. ما انش عاوزه بقى. مش عاوز انا مجموعات الحل دي. امال. عاوزك تبص كده على المسألة بنظرة ساقبة كده. وتقوم بصص لها وتقول لي ايه؟ المسألة دي الجزرين بتوحها زي بعض. الجزرين بتوحها مش زي بعض. مالهاش جزور اصلا. هو ينفع يا اسازة بص لها من غير محل كده. واعرف الحاجات دي؟ اه ينفع. طب ينفع ازاي؟ الراجل يا باش مهندسين قال ايه اللي بيجيب مجموعة الحل لأي مسألة؟ قلت له القانون العام. اللي هو بيقول ايه؟ قلت له سين بتساوي سالب به مجب او سالب جزر به تربيع نقص اربعة الف جيم. على اتنين من الف. قال تمام زي الفل. كنا يا شباب نقدر نحكم على المسألة. ان هي لها جزرين مختلفين. او قد بعض. او مالهاش خاص. عن طريق حاجة اسمها المميز. المميز اللي هو الجزر ده. به تربيع نقص اربعة الف جيم ده اسمه المميز. وكان المميز ده بيطلع نتجه حاجة من ثلاثة. لاما المميز يطلع بالموجب. ومن هنا نبقى عارفين ان المسألة لا حلين. المنحنى قطع محور السين في نقطتين. او كان المميز بيساوي صفر. وهنا نعرف ان الجزرين متسويين قد بعض. يعني هيلمس في نقطة واحدة. او كان المميز بتربيع نقص اربعة الف جيم. اصغر من الصفر. يعني سالب. يعني قيمته. وهنا بنقول ان المنحنى ملمس محور السينات اصلا. يبقى دلوقتي يا شباب. بتقدر تعرف شكل المنحنى هيكون ايه من غير. ما تحل السؤال. تقوم جايب المميز بيتر بيعنقص اربعة الف جيم. كأنه اختبار سريع كده. وتقوم قيل له. بيتر بيعنقص اربعة الف جيم طلع النتيجة بالموجب. بالموجب يبقى هي لها جزرين والجزرين دول مش زي بعض. لو طلع بصفر هي لها جزرين والجزرين زي بعض. طلعوا رقم واحد. لو طلع بالسالب هي ملهاش جزور حقيقية. تعال اكتشف كده مع بعض. لو انا معايا مسألة سين تربيع نقص اثنين سين زائد اثنين. المسألة يا استاذ جيبنا المميز به تربيع نقص اربعة الف جيم. الالف اللي هو هنا. البيه اللي قدام سين. الجيم العدد اللي لوحده. بعد ما تتأكد ان المسألة بتساوي صفر. جينا نجيب البيه تربيع باربعة. نقص اربعة في واحد في اتنين. طلعت اربعة نقص تمانية طلعت بسالب اربعة. المميز هنا بالسالب. لما يكون بالسالب يبقى هي ملهاش جزور حقيقية. بس لها مركبة. ليس لها جزور حقيقية. بس هي لها جزور مركبة. السؤال ده يا باش مهندسين. قلنا له عادي يا استاذ. المميز بيقول ايه? به تربيع نقص اربعة الف جيم. به اللي هي بتمانية تربيع باربعة وستين. نقص اربعة في الف في جيم. اربعة وستين نقص ستة وتلاتين طلعت النتيجة بالموجب يا استاذ. معنى ان المميز بالموجب يبقى كان فيه جزرين مختلفين. انا مش عاوز القيمة يا باش مهندس. يا استاذ ده احنا كنا حللنا المسألة وارتحنا. كنا حللناها وطلعنا القيم. او كنا استخدمنا القانون العام وطلعنا القيم. يا ابني هو مش عاوز القيمة. هو عاوز يعرف هي لها قزور ولا لأ. فانت بتريح نفسك هنا. طيب. لو شفنا مثال تاني وجاء الايه. ده عانا سين تربيع. نقص ستة سين زائد تسعة. قلت له جبتلك المميز به تربيع نقص اربعة في الف في جيم. طلعت بصفر. يبقى هنا الجزرين متساويين. لما حللت وطلعت القيم طلعوا القيمة الاتنين زي بعض. طيب. بيجي في حالة ربعة. في حالة من دور ربعة. يقول لك ايه. هما نسبيين ولا لأ. نسبيين ولا لأ دي بتحكم عليها بشرطين اتنين مهمين. الشرط الاولانية هندسها لازم يكون معادلة الدلة التربعية اللي هي الف سين تربيع زائد بق سين زائد جيم بتساوي صفر. لازم يكون الف ده عدد نسبي به عدد نسبي جيم عدد نسبي. يعني ايه عدد نسبي؟ يعني ما يكونش جزر. ما يكونش جزر ما بيت صفاش. لو لقيت جزر ما بيت صفاش يبقى ده ليس عددا نسبيا. لو لقيت جزر يبقى ليس عددا نسبيا. اي جزر ما بيت صفاش فلازم يكون العدد اللي هنا نسبي. يعني لو انا جبتلك مسألة كده جزر خمسة سين تربيع زائد تلاتة سين ناقص سبعة. هنا الجزور ايه? قمت انت اقل لي بس بس يا ابو احمد دول مش نسبيين. لو انت بتسألني هو نسبي ولا غير نسبي دول مش نسبيين. ليه? عشان في رقم اهو غير نسبي. طيب افرض ان كان كل الاعداد نسبية يعني زي ايه? مسألة زي دي يا باش مهندس بيقول الجزور اللي هنا هتكون نسبية ولا لأ? قلت له يا استاذ بصة حضرتك هات المميز بيتر بيع ناقص اربعة الف جيم. خمسة وعشرين ناقص اربعة في الف جيم. اربعة في ستة باربعة وعشرين. طلع النادي واحد. قال لك ماشي. ايه هم الشرطين? قلت له اول شرط لازم يكون كل رقم من هنا نسبي. ايوة نسبي. لانه مفيش جزور. تمام? تاني شرط. لازم الناتج اللي في الاخر. لازم الناتج الاخير يكون ليه جزر. يبقى علشان نقول يا شباب ان الجزران نسبيان لازم في شرطين. معاملات الحدود يكونوا نسبي. يعني ما يكونوش جزر. تاني حاجة بيتر بيع ناقص اربعة الف جيم. بيساوي عدد مربع كامل. يعني ايه عدد مربع كامل? يعني عدد ينفع جبله جزر في الاخر. بس. هو ده شرط انك تقول النسبيين. والراجل حس ان الموضوع سهل. الطالب بيطلع اه اه الف وبه وجيم وقل به تربع ناقص اربعة الف جيم. ويبص للنواتج. موجب يبقى مختلفين. صفر. متسويين. اصغر يبقى غزور مركبة. موجب يعني حقيقيين. مختلفين. بالصفر حقيقيين. متسويين. بالسالب يعني ليس له جزور حقيقية. وليه جزور مركبة. هو ملوش جزور حقيقية. بس ليه مركبة. فقال خلاص. انا اقول له نوع الجزر ايه? وحبت له مجهول. وشوفه. هل هيعرف يستخدم العلاقة? ولا لا? تعالوا نشوف. تانية يا شباب نفتكر مع بعض على السريع. لو الجزر بالموجب جزور مختلفة. لو بالسالب ملوش جزور. لو بصفر جزور حقيقية متساوية. تمام. طب لو جاء لك له جزور حقيقية وسكت. ما قالش مختلفة ولا متساوية. في الحالة دي بتقول هو ممكن يكون موجب او بيساوي الصفر. يعني اكتر او بيساوي الصفر. في مسألتنا دي يجي قال. لو سين تربيع نقص كاف سين زائد تسعة بتساوي صفر. له جزران حقيقيا متساويان. قلنا له جزور حقيقية متساوية. يعني المميز به تربيع نقص اربعة في الف في جيم. متساوية يعني بيساوي صفر. كاف تربيع نقص ستة وتلاتين بتساوي صفر. كاف تربيع بتساوي ستة وتلاتين. يبقى كاف دي قمطها بمجب او سالب ستة. شلنا قص اتنين جبنا الجزر. هيبدأ يشتغل معاك كده. وهي دي اخر حتى في الدرس. هيقعد يشتغل معاك بنفس الطريقة. تعال نتدرب. يلا حوش. المسألة الاولى بتقول لو كان الف سين تربيع زائد بيسين زائد جيم بيساوي صفر. وكان الالف في الجيم اصغر من الصفر. نوع الجزرين دول ايه? قلنا له يا استاذ انا بعرف الجزور من المميز. بتربيع نقص اربعة الف في جيم. بتربيع دي موجب ولا سالب دي دايما موجب لانه قص اتنين. هو جاء لك ان الف في جيم اصغر من الصفر يعني دول كده بالسالب. في السالب اللي قدامهم. مش بقى موجب. ايوة. خلاص يبقى ناتل كل موجب ولا سالب. كل موجب. مش فاهم يا استاذ. تاني. تاني. بصي يا هندسة. جاب يقول لك ايه? بيه تربيع. قلت له بيه يا استاذ طالما قصي اتنين دايما هتطلع موجبها. ماشي. وقال لك الف في جيم بالسالب اصغر من الصفر يعني سالبة. قلت له طالما انت حطتهم بالسالب. هينضرب في السالب اللي قدام يبقى بموجب. يبقى هنا تعتبر بتربيع موجب. ودول كمان موجب. فاناته كله هيكون موجب. فبالتالي يا استاذ الجزرين هنا حقيقيان مختلفان. طيب. في المسألة دي ابحث نوع الجزور. قلت له لا لازم تكون بتساوي صفر. هضرب في سين. سين في سين زئة تسعة بتساوي ستة سين. سين تربيع ناقص ستة سين زئة تسعة بتساوي صفر. هنجي يا استاذ نجيب ايه؟ بيتربيع ناقص اربعة الف جيم. بيتربيع ستة وتلاتين ناقص اربعة في تسعة طلع بيتساوي صفر. يبقى الجزرين هنا حقيقيان متسويان. طب اللي بعدها بيقول لو كان ألف وبهو جيم أعداد نسبية نسبية ماشي والمميز شوف مغششني كمان المميز قال بخمسة وعشرين لما يكون الأعداد نسبية والناتج في الآخر ليه جزر مش الجزور هنا هكون نسبية أيوة يبقى جزور حقيقية مختلفة نسبية كمان ليه لأن المميز ليه جزر وكل المعاملات نسبية يلا يا هندسة السؤال ده هنحله زي أي الأشكال يكون منحنة ألف سين تربيع زائد بيسين زائد جيم المميز بتاعه سالب المميز سالب يعني ليس له جزور يعني إيه ليس له جزور ملمس محور السين ده لمس وده لمس وده لمس ده اللي ملمس محور السين يبقى هو ده اللي ملوش جزور حقيقية لو كان المنحنة ده بيمس محور السينات بيمس محور السينات يعني عامل زي ده كده يا شباب يعني الجزور هنا متساوية يمس محور السينات يبقى بيه تربيع ناقص أربعة ألف جيم بتساوي صفر لأن الجزور هتكون متساوية بيه تربيع ناقص أربعة في ألف في جيم بتساوي صفر يلا نفك الأول تربيع الأخير تربيع الأول في الثاني في الثاني ناقص أربعة مين تربيع زائد تمانية أربعة مين تربيع ناقص تمانية مين زائد أربعة ناقص أربعة مين تربيع زائد تمانية بتساوي صفر أربعة مين راحت مع أربعة مين تمام يا أستاذ وبعد إيه جمع يلا سالب تمانية مين بتساوي سالب اتناشر ومنها المين بتساوي اتناشر على التمانية على الاتنين فيها الستة او على الاربعة فيها التلاتة على الاربعة فيها الاتنين دي كده قيمة مين اخر سؤالين معانا يا بشمان سين السؤال الاول منهم بيقول اذا كان رأس منحنة دلة تربعية هو واحد وثلاثة قلتولي والتكن ان دي الشبكة يا استاذ واحد وثلاثة حضرتك بتقولي ان هنا كده دي الرأس وقلتلي ان الف اكتر من الصفلي يعني معامل السين تربيع بالموجب شباب لما معامل السين تربيع ده يكون بالموجب الملحنة مفتوح لفوق بالسالب مفتوح لتحت فانا لقيته بالموجب بيقوله اكتر من الصفر قلتوله يبقى مفتوح لفوق يبقى هنا ليس لها جزور حقيقية تمام المسألة التانية بيقول سين تربيع زائد 6 سين زائد كف تساوي صفر له جزور حقيقية ما قالش متساوية ولا مختلفة له جزور حقيقية يبقى المميز اكتر من الصفر او يساوي 36 نقص 4 في 1 في كاف اكتر من او تساوي الصفر 4 كاف اقل من او تساوي 36 كاف هنقسم على الاربعة يبقى اقل من او تساوي التسعة تسعة مغلقة اللي اقل منها يبقى جات يا استاذ من اول سالم ما لا نهاية لحد التسعة مأفولة مستنى منك يا هندسة تعليق تقولي فيه ان كانت المراجعة كده كويسة ومفيدة بالنسبة لك ولا لا من جهة احنا هنقدر نخلص المنهج ولا لا ان شاء الله بامر الله هنخلص وقبل ما نخلص شهر 12 تمام ان شاء الله المهم يا بش مهندس انت هتكتب لي في التعليق بس ان كانت المراجعة دي مفيدة بالنسبة لك ولا لا اتمنى لكم التوفيق واتمنى ان اكون قدرت افيدك ولو بمعلومة صغيرة كده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة